14 مليون إصابة هو ما سجلته الأرقام الرسمية في مقاطعة لاس أنجلس خلال الثمانية أيام ومنها ما يقارب 46 ألف إصابة خلال يوم الأحد الماضي أرقام قياسية استمرت بالارتفاع وسط الانتشار السريع لمتحور أوميكرون الذي أظهر قابليته على الانتشار في مدن أوروبية وافريقية مختلفة في وقت سابق متحور أوميكرون تشارك النار المشتعل في لوس أنجلس وفي الأسبوع الماضي شاهدنا أعلى الأرقام اليومية منذ بدء الجائحة مستشفيات المقاطعة سجلت ارتفاعا في عدد الحالات المرضية للمصابين بفاروس كورونا حيث وصل عدد الراقدين في المستشفيات المحلية إلى أكثر من 3000 مصاب فيما أوضحت الجهات الحكومية بأن عدد الحالات الخطيرة أقل من ما كانت في موجة شتاء عام 2020 فإن الطفرة في البروتين الشوكي جعلت هذا المتحور أكثر التصاقا بالمجاري التنفسية العلوية ولكنه أقل التصاقا بأنسجة الريال قد يفسر هذا لماذا أن متحور أوميكرون أكثر عدوى ولكنه أقل حدة ويسبب وفيات أقل مقارنة بمتحور دلتا والمتحورات الأختم وكذلك فإن هذه الطفرة جعلت هذا المتحور فيروسا أكثر قدرة على التهرب من جهاز المناعة من جانبها أعلنت مديرية المدارس العامة في مقاطعة لاس أنجلس عن تسجيل أكثر من 65 ألف إصابة بين كوادرها الدراسية والطلبة أرقام قد تدفع المقاطعة للعودة إلى التعليم الإلكتروني عن بعد حتى السيطرة على انتشار الفيروس أمدة مدينة لاس أنجلس إيرغار سيدي أكد بأن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا هو الحل الأمثل للتصدي للجائحة حيث ساعد في تقليل عدد الحالات المرضية الخطرة في مستشفيات المقاطعة ستيفن نبيل الحظة لس أنجلس